سألوا وجدانكم أنتم الذين تقولون إننا من أمة محمد صلى الله عليه وآله هل محمد يهذي وهذا الذي يقول عن محمد صلى الله عليه وآله من أنه يهذي ماذا تحكمون عليه ما هو حكمه حكمه في القرآن ملعون قطعا هذا حكم الله عليه ملعون 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 لعنه الله القرآن يلعنه ألا تلعنون الذين يلعنهم الله أم أنكم تشرعون لكم دينا غير دين الله ما هذا كتاب الله وهذا كتابكم صحيح البخاري والأحاديث فيه صحيحة أعود إلى هذيان محمد المصطفى القضية لا تقف عند رزية الخميس القضية في دينهم في دين الصحابة أكثر وأكثر من هذا هذا هو صحيح البخاري سنبقى معه من الطبعة نفسها رقم الصفحة 1235 كتاب التعبير الباب الأول باب أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤية الصالحة رقم الحديث 6982 ويبدأ الحديث بحدثنا بحسب ما هم يقولون في الأجواء السنية فإن الأحاديث البخارية إذا ما بدأت بحدثنا فهي صحيحة متقنة حدثنا يحيى ابن بكير إلى أن يأتي ما يأتي في سند البخاري قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤية الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح الحديث طويل إلى أن نصل في أواخر الحديث وفتر الوحي فترة فتر الوحي فترة انقطع عنه انقطع عن النبي حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال أراد أن ينتحر ما هو الذي يهذي يكون حاله هكذا مرة تسيطر عليه الشكوك والظنون والهواجس ويعبث به الشيطان حتى يدفعه إلى الانتحار ومرة أخرى يهذي ما هو هذا الذي يهذي وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال يريد أن ينتحر بهذه الطريقة أن يصعد على الجبل ومن أعلى الجبل يلقي بنفسه إلى أسفل الجبل إلى الواد كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال فكلما أوفى بذروة جبل بقمة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع فيرجع يرجع إلى بيته إلى داره فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك كلما انقطع عنه الوحي كلما ذهب للانتحار أي نبينات أي نبينات هذا هو نبي البخاري وهذا هو نبي الصحابة وهذا هو نبي عائشة فإن الرواية عن عائشة عائشة هي التي تحدثنا هذا هو نبي عائشة وهذا هو نبي عمر الذي يهذي نبي عمر يهذي ونبي عائشة يتردى من شواهق الجبال إنه يريد الانتحار والأمر يتكرر هذا نبي مريض نفسيا أي نبي هذا كيف يستأمن على أسرار الله نبي هذا حاله قطعا محمدنا ليس كذلك هذا محمد عائشة هذا محمد عمر محمد عمر هو الذي يهذي ومحمد عائشة هو الذي يحاول الانتحار فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك ولا ندري كم بقي هذا الأمر يتكرر من قبل رسول الله بحسب كلام عائشة كلما فتر الوحي عنه كلما فعل ذلك هل هذا نبي حكيم هل هذا فعل الحكماء هكذا يفعلون نذهب إلى فاصل صفحة 1046 من صحيح البخاري نفسه من الطبعة التي أشرت إليها إنه الباب التاسع والأربعون باب هل يستخرج السحر رقم الحديث 5765 بسنده بسند البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر رسول الله مسحور هذا حاله بحسب عائشة فلماذا لا يهدي فهو الذي يهدي وهو الذي يحاول أن ينتحر مرارا وكرارا أن يلقي بنفسه من شواهق الجبال ومع ذلك كان يرى جبرئيل ولم يرتدع عن الانتحار إنه يعود مرة ومرة ومرة كي ينتحر وها هي عائشة تحدثنا من أنه قد سحر إلى هذا الحد حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن كيف يستأمن على أسرار الله نبي كهذا النبي هذا ما هو بنبي هذا رجل مخبول هذا رجل أثول هل هذا محمد صلى الله عليه وآله أنا لا أقرأ عليكم من كتب البوذيين ولا أقرأ عليكم من كتب الملحدين ولا من كتب النصارى الذين يستهزئون برسول الله أنا أقرأ عليكم من صحيح البخاري وأقرأ عليكم حديثا تحدثنا به عائشة هذه حديث عائشة في صحيح البخاري عودوا إليها عودوا إليها مشكلة كبيرة في هذه الأمة عند السنة وعند الشيعة على حد سواء الشيعة والسنة تركوا دين محمد صلى الله عليه وآله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتي هين أي مخبول هذا مصودا هذا مصودا هذا مونهبي هذا واحد مسودا ولازلت أقرأ من صحيح البخاري صفحة تسعمية وثمانية وثلاثين إنه الباب الثاني والعشرون من كتاب النكاح الباب الثاني والعشرون باب من قال لا رضاعة بعد حولي رقم الحديث خمستالاف مية واثنين وذكر في موطن آخر برقم الفين ستمية وستة واربع من نفس صحيح البخاري بسند البخاري عن مسروق عن عائشة أيضا هذه حادث عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي دخل عليها وعندها رجل عائشة هي التي تقول أن النبي دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك فقالت قالت عائشة للنبي إنه أخي النبي لا يعرفه النبي لا يعرف أقرباء زوجته فكيف يعرف أحوال الأمة إذا كان لا يعرف أحوال زوجته وأقرباء زوجته ورجل غريب داخل في حجرة عائشة لأن عائشة كانت لها حجرة خاصة بها فهذا الرجل كان في حجرة عائشة لم يكن مع بقية نساء النبي كان في حجرة عائشة في حجرتها الخاصة دخل النبي وهو لا يعرفه وجد رجلا عندها أن النبي دخل عليها في حجرتها أين دخل عليها وعندها رجل فكأنه فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك فقالت إنه أخي فقال أنظرنا النبي الذي يقول بحسب رواية عائشة التي أقرأها عليكم من البخاري فقال أنظرنا من إخوانكنا فإنما الرضاعة من المجاعة الرضاعة من المجاعة شروط الرضاعة لأنه قد يقال فلان أخو فلانة من الرضاعة لأنه رضع مقدارا من الرضاعة لكن بقية الشروط لم تكن موجودة لا أريد أن أدخل في تفاصيل أحكام الرضاعة المعنى الإجمالي لهذه الكلمة هو هذا فقال انظرنا من إخوانكنا تأكدنا من هذا فإنما الرضاعة من المجاعة بغض النظر عن هذه الواقعة وما فيها وما تثير من الشكوك حول عائشة بغض النظر عن كل الذي فيها العيب الذي يتوجه لرسول الله هو لا يعرف شؤون زوجته ولا يعرف أقرباءها رجل غريب داخل مع زوجته في حجرتها الخاصة هي هي تقول من أنه أخوها في الرضاعة لا نريد أن نشكك في قولها مع أن الشكوك تفرض نفسها على الإنسان لأننا لا نستطيع أن نحسن الظن لا بصحابة ولا بنساء النبي الدليل القرآن مثل ما مدح الصحابة ذمهم وذمهم ذما شديدا وكذلك نساء النبي مثل ما مدحهن القرآن ذمهن ذما شديدا المجموعة التي لا نستطيع أن نشكك فيها القربة مجموعة القربة لأن القرآن مدحها وما ذمها وكذلك الأحاديث الصحيحة الأحاديث الصحيحة مدحتهم وما ذمتهم بينما الأحاديث الصحيحة هذه التي أقرأها عليكم من صحيح البخاري هذه الأحاديث هي بنفسها تثير الشكوك وتجعل الصحابة مثارا للشكوك بل هناك قطع من أنهم لعناء مثل ما حدث في رزية الخميس فلقد آذوا رسول الله وبحسب القرآن فإنهم ملعونون أنا لا أريد أن أثيركم إثارة مذهبية هذه إثارات بهائمية لا قيمة لها ابحثوا عن الحقيقة بأنفسكم الكلام الذي أطرحه كلام حقيقة وكلام بيان واضح إنني أقرأ من صحيح البخاري وهذه الأحاديث أحاديث عائشة إذن هذا هو محمد الذي يرسمه ويصوره لنا البخاري فهو يهذي ويهذي بحسب عمار وبحسب كبار الصحابة الذين كانوا بصحبة عمار وهو يتردى يريد أن يتردى منتحرا من رؤوس الجبال بحسب عائشة وأنا قرأت ما قرأت من البخاري ليس من كتاب آخر إنه مسحور هذا النبي المقبول يتخيل أنه قد أتى نساءه وهو لم يأتي واحدة منهن مقبول هذا النبي أي نبي هذا هذا النبي الذي يدخل على زوجته في حجرتها الخاصة ويجد عندها رجلا غريبا لكن لم يصدر منه فعل مناسب لذلك وإنما تقول عائشة فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك فقالت له إنه أخي فماذا قال لها لم يصدقها تصديقا كاملا وإنما قال لها انظرنا من إخوانكنا فإنما الرضاعة من المجاعة فمن هو هذا أخو عائشة من الرضاعة لماذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وعاله عارفا به وأي نبي هذا الذي لا يعرف شؤون زوجته وأحوال زوجته وأقرباءها فكيف يعرف أحوال الأمة وشؤونها الطامة الكبرى هنا لازلت أقرأ عليكم من صحيح البخاري صفحة 1133 كتاب الدعوات الباب الرابع والثلاثون باب قول النبي من آذيته النبي يؤذيه فاجعله له زكاة ورحمة رقم الحديث 6361 بسنده بسند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي يقول النبي هكذا كان يقول بحسب رواية البخاري عن أبي هريرة اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة يعني أنه سبه من دون سبب أي نبي هذا فأين الخلق العظيم أين أدبني ربي فأحسن تأديبي هل أن محمدا كان يفعل هذا أي منطق هذا هذا النبي السباب العياب الفحاش أي نبي هذا اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة وأي عبثية هذه النبي يسب المؤمنين من دون سبب ثم يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل سبابه وسيلة للقربة وللتقرب من الله أي دين هذا وأي منطق هذا وهذا الدين الذي هو أكمل الأديان وهذا دين الذي يقول الله عنه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هو هذا أي دين هذا أي مهزلة هذه الحكاية طويلة طويلة هذا صحيح مسلم طبعة دار صادر الطبعة الأولى 2004 ميلادي بيروت لبنان مسلم توفي سنة 261 للهجرة كان في عصر واحد البخاري ومسلم البخاري توفي سنة 256 ومسلم توفي سنة 261 صفحة 971 من صحيح مسلم بحسب الطبعة التي أشرت إليها كتاب البر والصلة والآداب هذا هو الباب الخامس والعشرون باب من لعنه النبي الذي يلعنه النبي يلعنه الله باب من لعنه النبي أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك أي نبينا نبي يلعن ويسب ويدعو على أناس لا يستحقون ذلك أي نبي هذا هذا باب كامل موجود في صحيح مسلم باب من لعنه النبي أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمة مجموعة وفيرة من الأحاديث في هذا الباب كثيرة سأقرأ بعضا منها رقم الحديث ستة آلاف ستمية وخمسين بسنده بسند مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها صلاة البترأ بحسب أبي هريرة وبحسب مسلم اللهم إنما أنا بشر فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلته يجلده يجلده لبذا تجلد الناس يا رسول الله من دون سبب إذن ما هو الفارق فيما بينه وبين ساعر الطغاة والظالمين ما هو الفارق فيما بينه وبين الحجاج ابن يوسف الثقفي ما هو الفارق بينه وبين خلفاء بني أمي اللعناء لعنة الله عليهم ما هو الفارق فيما بينه وبين خلفاء بني العباس اللعناء لعنة الله عليهم اللهم إنما أنا بشر فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلته فاجعلها له زكاة ورحمة أي تعبثية هذه ويه دين هذا يا شباب السنة هذا هو دينكم هذا هو دينكم أي دين هذا أي ما زلت هذه النبي الأعظم يلعن الناس من دون سبب وهم لا يستحقون اللعن النبي الأعظم يسب الناس من دون سبب وهم لا يستحقون أن يسبوا النبي الأعظم يجلد الناس جلداً يعذبهم وهم لا يستحقون ذلك وهو يطلب من الله أن يجعل ذلك رحمة لهم إذن لماذا لا ترحمهم يا رسول الله لماذا أنت لا ترحمهم أي رسول هذا أي نبي هذا محمدنا ليس آكذا هذا ما هو بمحمد الله ولا بمحمد العترة الطاهرة هذا محمد أبي هريرة هذا محمد عائشة هذا محمد عمر هذا محمد البخاري هذا محمد مسلم هذا محمد السنة هذا محمدكم هذا ما هو بمحمد الله ولا بمحمد علي وآل علي ولا بمحمد أهل البيت ولا بمحمد القربة الذين مودتهم واجبة لأن مودتهم أجر الرسالة المحمدية هذا محمد آخر لا أدري من هو لكنني أعلم يقينا إنه محمد عائشة وإنه محمد أبي هريرة وإنه محمد عمر وإنه محمد البخاري هذا يقينا فهذا البخاري وهذه الأسانيد وهذه الأحاديث الصحاح وهذه عائشة وهذا أبو هريرة وهذا عمر هذه أحاديثهم فمحمد يهدي ومحمد يحاول الانتحار كرارا ومرارا مع أن جبرائيل كان يظهر له لكنه لا يرتدع يكرر الأمر يريد الانتحار مريض بمرض نفسي خطير جدا محمد مسحور يخيل له من أنه أتى نساءه وهو لم يقترب منهن أبدا محمد لا يعرف أحوال زوجته دخل إلى حجرتها الخاصة فوجد عندها رجلا غريبا هو لا يعرفه قالت له من أنه أخوها من الرضاعة أيه محمد هذا أي مخبول هذا ومحمد هذا يلعن الناس وهم لا يستحقون اللعن يلعن المؤمنين الذين آمنوا بهذا الدين أي دين هذا الذي آمن به هؤلاء أيها ما زالت هذه اللهم إنما أنا بشر فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلته فاجعلها له زكاة ورحمة ومن هنا فإننا مأمورون بحسب هؤلاء بحسب السنة من أن الحاكم الظالم إذا ما جلدنا أن نصبر على ذلك فلربما جلده لنا ظلما ونحن لا نستحق الجلد سيكون سببا لرحمتنا مثلما كان نبينا الأعظم يفعل ذلك فهو يجلد الناس من دون سبب ويلعن الناس من دون سبب هذا النبي اللعان الفحاش السباب الجلاد هذا نبي مجرم هذا هذا نبي مجرم رقم الحديث ستة آلاف ستمية وثلاثة وخمسين لازلت أقرأ من صحيح مسلم من هذه الأحاديث الصحيحة بسنده بسند مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنها أصلاة البتراء قال اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني فإنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته يؤذي المؤمنين شتمته لعنته جلته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة إنه يؤذي المؤمنين يشتمهم يلعنهم يجلدهم من دون سبب اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني فإنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة الحديث ستالاف ستمية أو ستة وخمسين المضمون هو هو بسند مسلم عن أبي هريرة أيضا عن سالم مولاء النصريين قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها الصلاة البتراء يقول اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر وإني قد اتخذت عندك عهدا لان تخلفنيه فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة هذا غضب مجنون كما يقول هو نوم يتحدثون عن محمدهم وليس عن محمد العترة الطاهرة الذي على الأقل أنا أعتقد به اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر فماذا يفعل يلعن المؤمنين يسب المؤمنين يشتم المؤمنين يؤذي المؤمنين يجلد المؤمنين من دون سبب أي نبي هذا إذن كيف نستأمنه على أموالنا على أعراضنا على ديننا هو أولى منا بأنفسنا بحسب القرآن النبي أولى من المؤمنين بأنفسهم كيف نستأمنه على أنفسنا وعلى أموالنا وأعراضنا وعلى ديننا ودنيانا وعلى آخرتنا وكيف سنصدق بشفاعته من قال من أنه سيشفع لنا هذا نبي مخبول ربما يغضب علينا هناك ويغلب الأمور علينا فهذا النبي لا يؤمن جانبه إنه يلعن من دون سبب بسبب الغضب يلعن من دون سبب ويسب المؤمنين من دون سبب ويؤذي المؤمنين من دون سبب ويجلد المؤمنين من دون سبب هذه روايات البخاري ومسلم هذه أحاديث أبي هريرة هذا هو النبي الذي يهدي من حق عمر إذن يقول عن محمد من أن الرجل لا يهجر إذا كان محمد يحاول الانتحار لعدة مرات بسبب أمراضه النفسية وعدم وضوح الصورة لديه إذا كان محمد مسحورا فكان يخيل له أنه يأتي النساء وهو لا يأتي النساء فإذا هو يهدي فلماذا نلوم عمر بن الخطاب ولماذا يقول ابن عباس إنها رزية ما هو محمد هذا يهدي الذي حاله هذا حينما يغضب ومن دون سبب يجلد المؤمنين ويهسب المؤمنين ويلعن المؤمنين ويشتم المؤمنين ويؤذي المؤمنين هذه كلمات الأحادث وبعد ذلك يقول لله من أنني أتخذ عندك عهدا فإن فإن هؤلاء فإن هؤلاء الذين سببتهم وشتمتهم ولعنتهم وآذيتهم وجلتهم وفعلت بهم ما فعلت إنني أريد منك أن تعوضهم ما هذا العبد ما هذا العبد أي دين هذا وأي نبي هذا ما هذا الهراء هذه الأحاديث صحيحة إذا كانت هذه الأحاديث صحيحة فأي دين هذا وإذا قلتم هذه الأحاديث ليست صحيحة بقية الأحاديث ما هو الميزان الذي نعتمده في قبولها وردها إذا كان الميزان القرآن فإن المنظومة السنية من أولها إلى آخرها تخالف القرآن وقد مر هذا علينا لأن القرآن أرجع الأمة إلى القرب أرجع الأمة إلى العترة إلى أهل البيت وهم مجموعة واضحة مشخصة في الآيات وفي الأحاديث الصحيحة عند أهل السنة عند مخالفي العترة الطاهرة ماذا نقرأ في الكتاب الكريم في سورة آل عمران في الآية التاسعة والخمسين بعد المئة بعد البسملة فَبِمَا رَحْمَةٍ أينوتهم؟ أما نبي عائشة ونبي عمر ونبي أبي هريرة ونبي وهو ونبي مسلم الذي هو نبي السنة ما هو بنبي القرآن هذه الأحاديث وهذا القرآن فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر هذه أخلاق محمد مع المؤمنين نحن نقرأ يا أيها السنة في سورة الفتح إننا نقرأ في سورة الفتح في أوصاف أصحاب النبي وقطعا الوصف شامل له ولكن في وصف أصحاب النبي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم هذا وصف صحابة النبي المخلصين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فكيف يكون رسول الله لعانا وسبابا وفحاشا وجلادا وشتاما ومؤذيا للمؤمنين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعفوا عنهم فهل أن رسول الله يخالف الله وبعد ذلك يقول له من أنني خالفتك يا ربي فلعنت المؤمنين وجلتهم فاجعل ذلك وسيلة قربة واجعل ذلك رحمة لهم يوم القيامة هل هذا الكلام منطقي الله هو الذي يقول له فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين نحن نقرأ في سورة التوبة في الآية الثامنة والعشرين بعد المئة من سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم من بينكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم عزيز عليه ما عنيتم ما أصابكم من العنت من الأذى من التعب من النصب لقد جاءكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم هذا هو محمد صلى الله عليه وآله الذي نعرفه من قرآنه هذا قرآن محمد وأهل محمد نحن بايعنا في الغدير على أن نأخذ التفسير من علي فقط علي هو الذي يعرف محمدا أما عمر لا يعرف محمدا لو كان يعرف محمدا لما قال عن محمد من أنه يهذي نحن لا نأخذ محمدا في معرفته من عائشة لأن عائشة لا تعرف محمدا لو كانت تعرف محمدا لما قالت عنه بأنه كان يحاول الانتحار ومن أنه كان مسحورا يخيل له أنه يأتي نساءه وهو لا يأتي نساءه محمد الذي تتحدث عنه عائشة لا يعرف أحوال زوجته وشؤون بيته رجل غبي رجل أثول هذا ما هو بمحمدنا محمدنا هو هذا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عن التوم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم محمدنا هو هذا الذي تحدث عنه سورة الجمعة في الآية الثانية بعد البسملة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ماذا يفعل هذا الرسول يتلو عليهم آياته هذا هو محمد ويزكيهم كيف يزكيهم وهو ليس مطمئنا إلى نبوته ورسالته يريد الانتحار ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة كيف يعرف أسرار كتاب الله وأسرار الحكمة الإلهية ولا يعرف شؤون بيته أي محمد هذا الذي تحدثنا عائشة عنه هذا محمد أما محمد الله فهو هذا الله يحدثنا عنه قارنوا بين حديث الله عن محمده وبين حديث عائشة عن محمدها وبين حديث عمر عن محمده هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هذا محمدنا محمدنا الذي تحدثنا عنه سورة القلم في الآية الرابعة بعد البسملة وإنك لعلى خلق عظيم هذا هو محمدنا محمدنا المحمود الأحمد الأحمد العظيم الأعظم هو هذا وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الأطيبين الأطهرين نذهب إلى فاصل حدثتكم عن مفردة أن صحابة منعوا النبي أن يكتب الكتاب العاصمة لهذه الأمة من ضلالها وحدثتكم عن هذيان النبي بحسب عمر وبحسب الصحابة هذه المفردة الثانية المفردة الثالثة من مفردات رزية الخميس إنها مفردة الكتاب الذي تحدث عنه عمر فعمر فعمر بدلا من أن يذعن للذي يريده رسول الله توجه إلى كتاب الله كما يقول بالضبط مثل ما فعل إبليس إبليس رفض السجود لأبينا آدم وتوجه كي يسجد لله ولكن الله طرده والنبي فعل ذلك مع عمر وسائر الصحابة طرده عمر هكذا قال إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا حينما نعود إلى البخاري وإلى بقية الصحاح السنة إلى تفاسيرهم إلى كتب حديثهم عمر بن الخطاب عن أي كتاب يتحدث حينما يقول وعندنا كتاب الله حسبنا هذا يعني أن عمر كان ملما بكتاب الله وكان عارفا بأسراره ولذا فهو لا يحتاج إلى شيء من رسول الله رسول الله بلغهم الكتاب وعمر أحاط بأسرار الكتاب ولذا فإن كتاب الله حسبه كما هو يقول السؤال هنا عمر عن أي كتاب يتحدث عن الكتاب الذي لا يعرف منه حكم التيمم عمر ما كان يعرف حكم التيمم فإذا ما أجنب كان لا يوصلي كان لا يوصلي ما زلت هذه ما زلت ما أنا الذي أقول البخاري هو الذي يعدثنا البخاري من الطبعة نفسها التي قرأت منها ما قرأت في الحلقات الماضية وفي هذه الحلقة صفحة 72 كتاب التيمم الباب الرابع باب المتيمم هل ينفخ فيهما رقم الحديث 338 وهذا الحديث كرره البخاري كرره في 339 341 341 342 343 345 346 347 بسنده بسند البخاري 356 جاء رجل عن فلان عن فلان عن فلان جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب الماء هذا في أيام خلافته جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب الماء فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلي وكان قد أجنب فأما أنت فلم تصلي وأما أنا عمار بن ياسر يقول فتمعكت فصليت تمعكت تمعك تقلب في التراب بكامل جسده تمعك تقلب في التراب لوث سائر جسده بالتراب وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت للنبي فقال النبي إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه التيمم ذكر في القرآن مرتين الوضوء ذكر مرة واحدة والآيتان واضحتان إنها الآية الثالثة والأربعون بعد البسملة من سورة النساء التي أولها يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا إلى أن قالت الآية وإن كنتم مرضى أو على سفرين أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة فامسحوا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم عمار بن ياسر أيضا ما كان عارفا بالموضوع فتمعك في التراب ولكنه صلى أما عمر فلم يصلي وغريب من بعض علماء السنة يقولون هذا مذهب خاص بعمر موجود هذا في كتبهم أي مذهب أي مذهب هذا جهل خاص بعمر أي مذهب خاص بعمر فهل يشرع عمر بما يخالف القرآن القرآن يقول للمجنبي إذا لم يجد ماء أن يصلي ولكن عليه أن يتيمم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم هذه الثالثة والأربعون بعد البسملة من سورة النساء وهذه السادسة بعد البسملة من سورة المائدة آية الوضوع والتيمم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة تفاصيلوا الوضوع فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وإن كنتم جنوبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من هذا هو حكم التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من من ذلك الصعيد الطيب من التراب الطاهر عمر الذي يجهل حكم التيمم في هذا الكتاب هو يتحدث عن هذا الكتاب أم عن كتاب آخر كيف يكون كافيا له وهو لا يحيط علما به هو لا يعرف حكم التيمم أنا لا أقرأ من كتب معادية لعمر هذا هو صحيح البخاري عمر الذي يجهل معنى كلمة الأب وهي كلمة معروفة عند العراب وحتى لو لم تكن معروفة فإن القرآن قد فسرها في سورة نفسها إنني أقرأ عليكم من الجزء الثامن من الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي من كبار علماء الشوافع المتوفى سنة تسعمية وإنه للهجرة وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان الطبعة الأولى صفحة ثلاثمية وخمسة وثمانين سأقرأ من صفحة ثلاثمية وستة وثمانين بسنده بسند السيوطي عن أنس مع أن الحاكم النيشابوري ذكر الحديث وصححه فهو حديث صحيح والذي يصححه الحاكم النيشابوري إنما يصححه بحسب شرائط البخاري ومسلم عن أنس أن عمر قرأ على المنبر فأنبتنا فيها حباً إنها الآيات من سورة عبس وتولى هذه هي الآيات فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صباً ثم شققنا الأرض شقاً فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق غلباً وفاكهةً وأباً متاعاً لكم ولأنعامكم وفاكهةً وأباً الفاكهة لمن؟ للإنسان والأب للأنعام وفاكهةً وأباً والعنهوين السابقة واضح أيضاً وفاكهةً وأباً متاعاً لكم ولأنعامكم عمر كان يقرأ هذه الآيات وهي واضحة الكلمة عربية العرب يعرفونها وحتى لو لم تكن هذه الكلمة معروفة فإذا ما قرأ الآيات وتدبر فيها فإن القرآن هكذا يقول وفاكهةً وأباً متاعاً لكم ولأنعامكم الفاكهة لنا والأب للأنعام إلى قوله وأباً عمر قرأ هذه الآيات على المنبار قال كل هذا قد عرفناه ما تقدم ذكره من الآيات فما الأب ثم رفع عصى كانت في يده فقال هذا لعمر الله هو التكلف فما عليك أن لا تدري ما الأب اتبعوا ما بيّن لكم هداه من الكتاب فاعملوا به بآيات التيمم فما عليك أن لا تدري ما الأب اتبعوا ما بيّن لكم هداه من الكتاب فاعملوا به وما لم تعرفوه فاكلوه إلى ربه أي كلام من هذا أي كلام من هذا هذا هو الذي يقول وعندنا كتاب الله حسبنا هو هذا الكتاب الذي هو حسبهم أي كتاب هذا كتاب يجهلونه هؤلاء الصحابة جهال بكتاب الله لا يستأمنون على كتاب الله هذه الحقائق إما أن يكون هذا الكلام ليس صحيحا وهذه الأحاديث ليست صحيحة وبالتالي لابد أن تؤسسوا دينكم من جديد هذه الحقائق موجودة في أهم كتبكم وهذه أحاديثكم الصحيحة قطعا ستضحكون على أتباعكم بتضعيف هذه الأحاديث وبالترقيع أنا لا أريد أن أناقشكم أنا أبين الحقائق للذين يريدون أن يصلوا إلى الحقيقة أخاطب طلاب الحقيقة يا طلاب الحقيقة هذه الحقائق لا أقول لكم صدقوني ولا أقول لكم اتبعوني ولا أقول لكم تعالوا إلى الدين الذي أنا أعتقد به أنا أقول لكم هذه الحقائق في كتبكم مثلما وجدت الشيعة الذين هم قومي وآبائي وأجدادي منهم وجدتهم مضحكتان عرفتكم أيضا من أنكم مضحكة مثلما قومي مثلما أهلي وآبائي وأجدادي أنتم مضحكة أيضا أنتم ضحك عليكم الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين وأئمة المذاهب والحكام والخلفاء إلى أن وصلتم إلى زماننا هذا والشيعة قومي وآبائي وأجدادي ضحك عليهم مراجع الدين مراجع الشيعة الذين تقدسهم الشيعة وتقول من أنهم نواب صاحب الزمان كذابون سفلة منحطون سراق بتمام معاني هذه الكلمات وأكثر أقرأ أيضا من المصدر نفسه أن رجلا سأل عمر عن قوله وآبه عن قوله تعالى وآبه فلما رآهم يقولون أقبل عليهم بالدرة بالعصى وكان يستعملها كثيرا ولقد ضرب بها الكثير من الصحابة حينما كان يقف لصلاة الجماعة يلتفت إلى الصف الأول فإذا وجد الصف الأول ليس منتظما يضرب المصلين في الصف الأول وهم كبار الصحابة بالدرة حتى ينتظموا وهذا معروف عن عمر كتب التعريخ والسير في المكتبة السنية مشحونة بمثل هذه الوقاعة عن أنس قال قرأ عمر وفاكهة وآبه فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الآب ثم قال ماه يخاطب نفسه ثم قال ماه أكفف ماه اسم فعل بمعنى أكفف ثم قال ماه نهينا عن التكلف أي تكلف أي تكلف إنه جهل بالمفردات اللغوية للقرآن أي تكلف هذا عن أبي وائل أن عمر سئل عن قوله وأبه عن قوله تعالى ما الأب ثم قال ما كلفنا هذا أو ما أمرنا بهذا هذا الرجل الذي مبلغ علمه هو هذا أنا لا أستطيع أن أعرض بين أيديكم الكثير من الوقائع الموجودة في المكتبة السنية التي تخبرنا عن جهل عمر وجهل الصحابة بكتاب الله لكنني أتساءل وأقول هذا الكتاب الذي يريد الصحابة أن يكون كافياً لهم ورفضوا الكتاب العاصمة من رسول الله لأن الرسول أراد أن يشخص لهم المفسرين الحقيقيين لكتاب الله كتاب الله يكفي الأمة ولكن لا بد أن يفسر تفسيراً حقيقياً كما يريد الله النبي الأعظم أراد أن يكتب في الكتاب العاصم لهذه الأمة أسماء المفسرين الحقيقيين المجازين من قبل نفس المؤلف نفس الذي صدر منه الكتاب أقول هذا على سبيل التشبيه هذا القرآن من الله وهو أجازة لمجموعة من المفسرين منحهم الإجازة العلمية لتفسيره النبي أراد أن يثبت الأسماء في ذلك الكتاب لأنه يعرف جهل الصحابة بكتاب الله وهذه المصادق بين أجديكم نذهب إلى فاصل الكتاب الذي هو حسبكم مثل ما يقول عمر هل هو هذا الذي تحدثنا عنه عائشة إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من سنن بن ماجة المتوفى سنة 275 للهجرة وهذه الطبعة طبعة داري الكتب العلمية بيروت لبنان إنها الطبعة الثانية 2009 ميلادي صفحة 466 من الباب السادس والثلاثين من كتاب النكاح رقم الحديث 1944 بسنده بسنده بسند ابن ماجة عن عائشة قالت لقد نزلت آية الرجم باعتباري أن المصحفة الموجودة بين أيدينا الآن ما فيه من آية تتحدث عن الرجم الذي هو حد من حدود الزنا لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سرير رضاعة الكبير 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 الرجل الكبير عليه أن يمص ثدي المرأة لعشر مرات حتى يصبح ولدا لها من الرضاعة هذا هو الذي تتحدث عنه عائشة لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سرير نزلت نزلت فكانت جزءا من القرآن يعني أن رضاعة الكبير كانت مذكورة في القرآن لكنها هل نسخت لم تنسخ إذن أين ذهبت هذه الآيات عائشة تقول فلما مات رسول الله وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها يقولون شات يقولون ماعز بالنتيجة هناك حيوان أكلها مثل ما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية علسها العجل هذا يقولون علسها العجل علسها العجل القرآن علسها العجل بحسب عائشة سنن ابن ماجة من الصحاح من الصحاح المعروفة أليس هناك مجموعة من الكتب يقال لها الصحاح الستة أحدها سنن ابن ماجة هكذا عائشة تقول لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سرير جزع من القرآن أو كان القرآن ولقد كان في صحيفة تحت سرير فلما مات رسول الله وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها علسها العجل هو هذا الكتاب الذي يكتفون به هذا الكتاب الذي علس العجل ماذا تقولون أنتم أم هو هذا الكتاب الذي نسيه رسول الله نسي سوره وآياته البخاري يقول أنا أقرأ عليكم من صحيح البخاري صفحة أربعمية أو ستة وستين إنه كتاب الشهادات هذا هو الباب الحادي عشر رقم الحديث الفين ستمية وخمسة وخمسين بسند البخاري عن هشام عن أبيه عن عائشته رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد النبي سمع رجلا من عامة المسلمين يقرأ في المسجد يقرأ قرآنا فقال رحمه الله النبي يدعو لهذا الرجل من حسن حظه وإلا لكان النبي قد لعنه من دون سبب أو سبه أو شتمه وبعد ذلك يطلب من الله أن يجعل ذلك وسيلة ل قربته ورحمة به من حسن حظه فإن النبي ترحم عليه فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا أي نبي النبي أسقط تلك الآيات لأنه كان قد نسيهم أي نبي هذا كل هذه الأوصاف التي مرت أوصاف سيئة في رسول الله لكن أسوأ الأوصاف هذه أن يكون نسيا لقرآنه عائشة هي التي تخبرنا سمع النبي رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آيتان أسقطتهن من سورة كذا وكذا إذن أول أول محرث للقرآن هو الرسول نفسه بحسب البخاري أنا أقرأ من البخاري إذا كانت كل هذه الروايات ليست صحيحة إذن لماذا تسمون هذا الكتاب بصحيح البخاري وإذا ذهبنا إلى بقية الأحاديث فالحال نفسه إذن لماذا تسمونه بصحيح البخاري إذا كانت هذه الروايات صحيحة فأي دين هذا وأي نبي هذا إنكم تدينون بدين آخر لا علاقة له بدين محمد صلى الله عليه وآله وهذا النبي الذي تعتقدون به ما هو النبي الذي بعثه الله هذا نبي آخر لا ندري من الذي اصطنعه لكم سلوا أنفسكم سلوا أنفسكم هذه الأسئلة هذه الأحاديث صحيحة إذا كانت هذه الأحاديث صحيحة بحسب المفترض فإنها صحيحة الأسانيد وهي في صحيح البخاري فإنكم تدينون بدين آخر هذا ما هو بمحمد الله هذا ما هو بمحمد القرآن هذا محمد آخر وإذا تقولون هذه الأحاديث ليست صحيحة إذا لماذا تسمون الكتابة بصحيح وما يدريكم أن بقية الأحاديث هي أحاديث صحيحة أمنياً ما تجيبونها تطلع عوج لماذا؟ لأن القضية بنيت على عوجات منذ بدايتها وما بني على الفاسد سيكون فاسداً قطعاً من دون أدنى مواربة ومن دون أدنى شك سنقرأ أيضاً وفي صحيح البخاري لازلت أقرأ عليكم صفحة تسعمية وسبعة وعشرين الباب السادس والعشرون عنوانه باب نسيان القرآن إلى بقية العنوان رقم الحديث خمستالاف وسبعة وثلاثين عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا رقم الحديث خمستالاف وثمانية وثلاثين عن عائشة قالت سمع رسول الله رجلاً يقرأ في سورة بالليل في وقت الليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا رقم الحديث خمستالاف واثنين واربعين فأنا لا أقرأ حديثاً واحداً هذه حديث أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي قارئاً يقرأ من الليل في المسجد يقرأ من الليل يبدو من سورة الليل قارئاً يقرأ من الليل في المسجد أو أنه يقرأ من الليل في وقت مقتطع من الليل في وقت من الليل قارئاً يقرأ من الليل في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورتي كذا وكذا النبي أسقطها لأنه كان قد نسيها ما هذا النبي الذي ينسى وحيه وينسى قرآنه هذا النبي الذي يشكك في نبوته ويحاول أن ينتحر هذا النبي الذي يسحره السحرة بحيث يتصور أنه يأتي نساءه وهو لا يأتي نساءه ما هذا النبي الذي لا يعرف أحوال زوجته ما هذا النبي الذي يهدي ويهدي ويهدي أيه نبي ينادى هذا هو نبي البخاري هذا هو نبي عائشة هذه أحاديث عائشة هذا هو نبي عمار ونبي أبي باكر هذا هو نبي سقيفة بني ساعد نذهب إلى فاصل وماذا نقرأ في البخاري أيضا في الطبعة نفسها صفحة تسعمية واحد وعشرين من كتاب فضائل القرآن إنه الباب الرابع رقم الحديث أربعة آلاف تسعمية أو تسعة وثمانين بسنده بسند البخاري عن ابن شهاب أن ابن السباق قال إن زيد بن ثابت قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه أيام خلافته قال إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله فاتبع القرآن فتتبعت حتى وجدت آخر سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصار لم أجدهما مع أحد غيره لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم إلى آخر الآية زيد بن ثابت بأمر من أبي بكر أخذ يجمع القرآن فما وجد سورة التوبة بحسب ما يقول كاملة عند أحد من الصحابة هذا يعني أن سور القرآن كانت ناقصة عنده فكيف يكون القرآن كتابا كافيا لهم وهم لا يحيطون بألفاظه فضلا عن الإحاطة بعلمه وأسراره ومعارفه أقرأ الحديثة الخبر مرة أخرى إن زيد بن ثابت قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه قال إنك كنت تكتب الوحية لرسول الله فاتبع القرآن اتبعه عند الصحابة فتتبعت حتى وجدت آخرة سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره فأي كتاب هذا الذي هو حسبه الذي لم يكن كاملا وموجودا عندهم بحسب أحاديث البخاري هذا الكتاب الذي يتحدث عنه عمر الذي يجهل منه من نفس الكتاب حكم التيمم وما كان يصلي بحسب البخاري عمر الذي يجهل معنى كلمة الأب والقرآن قد شرحها في الآية التي بعدها وفاكهة وأب متاعا لكم ولأنعامكم الذي يجهل هذه الأمور البسيطة كيف يكون ملما بالقرآن حتى يقول من أن كتاب الله حسبنا هذا الكتاب الذي أكله الداج أكلت آياته وما بقيت إلى يومنا هذا ذهبت في بطن الشاتي في بطن الماعز الذي أكل القرآن هذا الكتاب الذي أسقط آياته رسول الله ثم تذكرها بسبب قارئ من عامة المسلمين نحن لا نستأمن رسول الله على قرآنه كيف نستأمن زيد بن ثابت أو نستأمن عمر أو أبا بكر بحسب البخاري إذا كان رسول الله يسقط الآيات لأنه لا يتقن حفظها فكيف نستأمن عمر وعبا بكر ما هذه الحقائق موجودة بين أيديكم أنا ما قرأت من كتاب من الكتب التي تكذب عليكم هذا صحيح البخاري أقرأ عليكم حديثا من الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي من كبار أئمة الشوافع المتوفى سنة تسعمية وحدعش للهجرة وهذه طبعة طبعة دار الفكر بيروت لبنان الطبعة الأولى ألف وتسعمية وتسعة وتسعين ميلادي ألف أربعمية وعشرين هجري قمري هذا هو الجزء الثاني صفحة ثلاثمية واثنين وثلاثين لأن الترقيمة استمرار للجزء الأول هذه الرواية عن عائشة بسنده بسند السيوطي عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي مئتي آية مئتان مئتي آية فلما كتب عثمان المصاحف لم نقدر منها إلا ما هو الآن عدد آيات سورة الأحزاب في المصحف الآن ثلاث وسبعون آية هذا هو عدد آياته عائشة هي التي تقول كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي مئتي آية فلما كتب عثمان المصاحف لم نقدر منها إلا ما هو الآن الروايات كثيرة هنا بمثل هذا المضمون وأشد لكنني أخذت منها مثالا يمكنكم أن تعود إلى الجزء الثاني من كتاب الإتقان في علوم القرآن وهو من الكتب السنية الشهيرة المعروفة التي ألفت في الشأن القرآني لجلال الدين السيوطي ستجدون الكثير والكثير من هذه الروايات والمضامين في الجزء الأول وفي الجزء الثاني على حد سوى هل هذا هو القرآن الذي يكون كافيا للأمة بحسب هؤلاء الصحابة الذين لا يحفظون ألفاظه ولا يدركون حقائق معانيه أصلا لا يعرفون أحكامه ما هي هذه الوقائع والحقائق بين أيديكم فأنا لا قرأت من كتب الخوارج ولا من كتب الشيعة والروافض ولا من كتب النصارى واليهود هذه كتبكم كتب السنة وإنني لأقرأ من صحيح البخاري وصحيح مسلم ولذا فإنني أتساءل وأقول من أن عمر حين قال إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا بهذه الطريقة فإهت طريقة هذه إبليس حينما أراد أن يسجد لله كان عارفا بالله وكان عارفا بأحكام السجود لكنه ما أراد أن يسجد للجهة التي يريدها الله عمر هنا جاهل بكتاب الله الصحابة هنا جاهلون بكتاب الله هذه الحقائق موجودة إلا أن تقولوا لي من أن الأحاديث هذه ليست صحيحة إذن لماذا تسمون البخاري صحيحا بقية الأحاديث ما هو حكمها هذه الأحاديث عن عائشة والأسانيد صحيحة بقية أحاديث البخاري ما هو حكمها إذا أسقطتم هذه الأحاديث أنتم في مشكلة في مشكلة عويصة مشكلتكم بالضبط كمشكلة مراجع حوزة النجف وكربلاء مشكلتهم في مذهبهم الطوسي القذر ومشكلتكم في دين سقيفة بني ساعد سقيفتان ملعونتان سقيفة بني ساعد وسقيفة بني طوسي إذا أردنا النجاة علينا أن نتمسك بدين محمد الذي هو دين العترة الطاهرة وبهذا أمرنا أن نتمسك بالكتاب والعترة فإنهما فإنهما سيكونان ضمانا لنا أن لا نضل أبدا ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا حتى يرد علي الحوت هذا هو دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم نذهب إلى فاصل مثل ما قال الصحابة من أن كتاب الله حسبهم أنتم تقولون أيضا ترددون هذا الكلام أنا أسألكم هل قرأتم الآية الحادية والستين بعد المئة بعد البسملة من سورة آل عمران وهل تعرفون معناها أو لا وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وما كان لنبي أن يغل أن يغل أن يسرق وما كان لنبي أن يسرق ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ومن يسرق يأتي بما سرق يوم القيامة ماذا تريد الآية أن تقول هل قرأتموها هل تدبرتم فيها وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة إنهم أصحاب بدر اتهموا النبي صلى الله عليه وآله بأنه سرق قطيفة حمراء من الغنيمة هذا اتهام لرسول الله من قبل أصحاب بدر ولذا فإن الأحاديث التي تقول من أن الله رضي عن أصحاب بدر ليس عن جميعهم هذه الثقافة من أن فلانا بدري وإذا كان بدري لا قيمة لهذا فإن من البدريين من اتهم رسول الله بأنه سرق قطيفة حمراء من الغنيمة وما قيمتها ما قيمتها قريش في بداية أمره أعطته كل الأموال ورفض ذلك فهل كان رسول الله يبحث عن الأموال أموال خديجة الطائلة والهائلة أنفقها أنفقها على المسلمين النبي الأعظم يسرق قطيفة حمراء القطيفة الحمراء هي نوع دثار كعباءة يكون لها خمر تكون سميكة وقد تكون فراشا أيضا هناك نوع من الأفرشة يقال له القطيفة القطيفة قد تكون فراشا وقد تكون دثارا كعباءة غير مخيطة بالنتيجة قماش قماش له خمل هذه هي القطيفة الحمراء قطعة قماش باللون الأحمر ماذا يصنع بها رسول الله حتى يقوم بسرقتها الصحابة هم الذين تهموا البدريون الذين كانوا في بدر هذا موجود في كتب السنة وفي كتب الشيعة هذا الدر المنثور الجزء الثاني من طبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل صفحة 338 بسنده عن ابن عباس قال فقدت قطيفة حمراء يوم بدر مما أصيبه من المشركين من الغنيمة فقال بعض الناس بعض الناس من أين جاءوا لا يوجد في المكان إلا البدريون إلا أن نتهم الملائكة والذين انتهى عملهم ورجعوا إلى السماء إلا أن نتهمهم هم الذين اتهموا رسول الله بأنه حرامي أو أن قوما نزلوا من المريخ من أين جاء هؤلاء الناس هم من البدريين فهذه الأحاديث التي تمدح البدريين تمدح مجموعة منهم إنها تمدح علي ومن هو في مدار علي لا تمدح جميع البدريين فقدت قطيفة حمراء يوم بدر مما أصيب من المشركين فقال بعض الناس لعل النبي أخذها لعل النبي أخذها سرقة هذا هو المراد لعل النبي أخذها فأنزل الله وما كان لنبي أن يغل أن يسرق نزلت هذه الآية في براءة النبي في تبرئته من السرقة التي اتهمه بها البدريون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة والغلول هو السرقة سرقة الغنيمة فقدت قطيفة حمراء يوم بدر مما أصيب من المشركين فقال بعض الناس لعل النبي أخذها فأنزل الله ما قرأت عليكم من سورة آل عمران هذا هو الجزء الأول من أمال الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة هذه طبعة مؤسسة شمس الضحى الثقافية صفحة 168 الحديث الثالث حديث طويل بسنده بسند الصدوق عن صالح بن علقمة حديث يدور فيما بينه وبين الإمام يقول فقلت الصادق عليه السلام يبنى رسول الله إن الناس ينسبوننا إلى عظائم الأمور ينسبون أتباع إمامنا الصادق إن الناس ينسبوننا إلى عظائم الأمور وقد ضاقت بذلك صدورنا فقال فقال الإمام يا علقمة إن رضا الناس لا يملك وألسنتهم لا تضبط وكيف تسلمون مما لم يسلم منه أنبياء الله ورسله وحجج الله عليهم السلام الحديث طويل إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ألم ينسب نبينا محمدا صلى الله عليه وآله إلى أنه شاعر مجنون ألم ينسبوه إلى أنه هوى امرأة زيد بن حارث فلم يزل بها حتى استخلصها لنفسه ألم ينسبوه يوم بدر إلى أنه أخذ لنفسه من المغنم قطيفة حمراء حتى أظهره الله عز وجل على القطيفة وبرأ نبيه صلى الله عليه وآله من الخيانة هو أحدهم أحد صحابة كان قد سرق القطيفة ما اتهموا بعضهم اتهموا رسول الله هؤلاء هم البدريون ألم ينسبوه يوم بدر إلى أنه أخذ لنفسه من المغنم قطيفة حمراء حتى أظهره الله عز وجل على القطيفة وبرأ نبيه صلى الله عليه وآله من الخيانة وأنزل بذلك في كتابه وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ألم ينسبوه إلى أنه صلى الله عليه وآله ينطق عن الهوى في ابن عمه علي عليه السلام حتى كذبهم الله عز وجل فقال سبحانه وما ينطق عن الهوى في علي هذه الآية في أصلها في علي لأنه لأنه كانوا يقولون من أن النبي ينطق في علي عن هواه لأنه ابن عمه ألم ينسبوه إلى أنه صلى الله عليه وآله ينطق عن الهوى في ابن عمه علي حتى كذبهم الله عز وجل فقال سبحانه وما ينطق عن الهوى إنه وإلا وحي يوحى الحديث طويل الحديث طويل وأنا أقول للذين يبحثون عن الحقيقة توقعوا الكثير من هذا يقال في حقكم لابد أن تستعدوا كي تدفع ضريبة الحقيقة منذ أكثر من أربعين عاما ما تركوا شيئا إلا وقالوه عني ولكنني لا أعبأ بهم ولا بما يقولون إنني قد تدرعت بصبر تعلمته من علي تدرعت بصبر تعلمته من الزهراء تدرعت بصبر تعلمته من الحسن المجتبى تدرعت بصبر تعلمته من الحسين الذي كان يقول في يوم الطفوف لأصبر لأصبر حتى يمل الصبر من صبري إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة لابد أن تتدرعوا بالصبر وإلا فإن أمركم إلى خواء وإلى فشل لأن الشيطان سيهيج أتباعه عليكم من كل مكان كي يحول فيما بينكم وبين الوصول إلى الحقيقة هذا هو طريق الحق الذي يقول عنه علي لا تستوحشوه وإن قل سالكه طريق الحق طريق مر طريق عذاب وألم طريق اعتصار نفس طريق الغربة إنها الغربة في الوطن والغربة بين الأهل والأصدقاء إنها غربة العقيدة وغربة الدين مثلما بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا فطوب للغرباء ويا كامل المؤمن غريب المؤمن غريب المؤمن غريب فطوب للغرباء وقت الحلقة صار طويلا لكن تذكروا هذه الفضيحة إنها فضيحة القطيفة الحمراء حينما قالوا عن رسول الله بأنه يهذي لقد قالوا قبل ذلك هم هم نفسهم قالوا عن بأنه حرام بأنه سارق وقالوا 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 هم هم القوم هم هم وقالوا لقد